كل اللي احنا مش عارفينه بنخاف منه لما بنعرف شوية معلومات قلبنا بيتطمن اكتر وبنبقى حاسين بالاطمئنان اكتر زي ما عادنا نقول روحي 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 عايزين بقى نقول انه بعد التشخيص لقدر الله مراحل العلاج حضرتك بتقول ان فيه طبعا مراحل للمرض نفسه مراحل العلاج لو بتدير نتكلم عليها اكتر ممكن ده يتطمن الناس اكتر وتتعود عليها اكتر فتستقبلها بشكل احد ده كلمة مهمة جدا حضرتك بتخلي الناس فاكرة ان هو السرطان هو البعبة بالعكس ده احنا عاوز اقول له حريك انه هو في اخر سنتين الكورونا تعتبر حاجة غريبة اكتر من السرطان يعني احنا بالنسبة لنا بقينا فاهمين السرطان بقى ايه اللي موجود فيه مريض السرطان ممكن يعيش خمس وعشر سنين بالزبط انما الكورونا بيقعد اسبوعين تلات ما تعرفش ايه اللي حيحصل ربنا بعد الشرع عن كل الناس بس انا بتكلم ان هو الدراسة والعلمة بتخليك اللي انت تبقى قادر اللي انت تحقق النتائج بحاجة اسمها جودة حياة وان هو ما تبقاش الصورة اللي بتبقى متصدرة وده اللي احنا دايما بنلومه في بعض ساعات على الاعلام ان هو اللازم ان هو الصورة الدرامية السودوية هي ده اللي بتبقى منقولة للناس الناس بتبقى فاكرة ان السرطان يساوي الوفاة ولكن الكلام ده مش صح ده مؤخرا نتغير اعتقد وانحنا بنتكلم في الموضوع ده كتير وده حاجة مهمة زي الاعلام حضراتكم المحترم اللي بيقدم اللي هو الصورة الصحيحة ما بقتش بس اللي انت بتتكلم على جزئية ان هو هتخدي علاج كيماوي فشعرك هيقع فهيبقى فيه ترجيع لا حضرتك ان هو زي ما احنا بيبقى فيه علاجات بناديها بيبقى فيه علاجات مساعدة يعني تقلل الترجيع ما يبقاش فيه ارهاق كل القصص دي تكون لها معمول حسابها العلاج مش كله لازم يبقى علاج كيماوي لو تم اكتشافه في مراحل مبكرة ممكن ما تبقاش بتبقى محتاج ان هي تعمل استقصال جزئي للورم وتاخد علاج اشعاعي وعلاج هرموني ما تبقاش محتاج ان هي تاخد الصورة كاملة مع الحفاظ على شكلها الانثوي الجميل مع الحفاظ على نفسيتها يعني كل الخطوات بتبقى ماشية مع بعض بالتوازي دكتور ولا بنستنى نخلص مرحلة نبتدي على التوالي المرحلة اللي بعدها يليها المرحلة اللي بعدها المفتاح للكلمة دي ان هو دلوقتي بقى التطوير اللي هو المنظومة الصحية بقى فيه وعي كمان ان فيه حاجة اسمها اللي هو اللجنة الطبية المجمعة يعني المتخصصين من العلاج الاورام جراحة الاورام العلاج الاشهاعي الاشع والباثولوجي بيبقوا قاعدين كونسولته مع بعض وبيقرر ايه الافضل للسيدة دي مراعطا زي ما قلت لحضريرك ان هو جودة الحياة دعام الاساسي احنا بنتكلم على ان هو لازم يبقى فيه شفاء باذن الله تعالى ولازم البروتوكولات الحديثة ولكن ده موجود وابتدى كمان في المراكز دي ان هو يبقى فيه حاجة تانية اللي هو الدعم النفسي للسيدات اي واحد بيخش بيصاب السرطان السيدة او الاهلها حاسين بحالة دربكة فانت لازم من حد ياخدهم من ايدهم ويوصلهم للصورة الصحيحة فهي كلها بقت منظومة طبية متنغمة مع بعضها بالدخل طيب